بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله محمد الرحمن الرحيم والمستغفر والمعبد لله نشهر الله في سنة وسيرة عملنا من أهد الله وفلاغة الله وميضر الفلاهاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمد العبد ورسوله نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع التوفير والسداد بدراسة كتاب منهج الساركين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلمة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وفلعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحانك أجمعين ما بعد دميستار today in a series of lessons covering the book منهج الساركين وتوضيح الفقه في الدين and this book was authored by شيخ عبد الرحمن ابن ناصر سعدي رحمه الله لماذا ندرس الفقه لو قادنا نقاهل لماذا ندرس الفقه نعم المتابع للمنبي صلى الله عليه وسلم من هذا العأس، نستقع فيقه على ماذا يحتوي الفقه؟ ندرس في الفقه، ما هي الأضاء التي يستطيع أن ندرسها بإذن الله تعالى في الفقه؟ نعم المطلوبة فيقه، ما يتحدث؟ ما المطلوبة فيقناة؟ ما يتحدث نقسل المطلوبة عندما يتحدث عن ذلك الالك فيقه؟ الفقه، الله عمم ينقسم إلى قسمين فقه، 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 يتحدث في دو مؤفعت بلدين عبادات ومعاملات العبادات، فقه العبادات، فقه عبادات ومواملات ومعاملات، ومعاملات، أيها التعاملات التي نفعل و سوفيأتي معنا أن المعاملات الحق بها شيء لا أشكال في هذا نعم المعاملات سوفيأت الحق بها شيء ولا أشكال في هذا التفسير عبادات و معاملات نعم So again, both these two types, there's عبادات, which is worship, and معاملات, which are transactions فالعبادات أركان الإسلام و نضيف الأركان الإسلام كتاب الجهاد نعم and therefore العبادات are the pillars of an Islam and also with the pillars of an Islam is the chapel of jihad يعني نبدأ بإذن الله تعالى بأركان الإسلام شهادة ألا إلا الله ونمحمد عبد الرسول ثم في هذا شهادة ألا إلا الله سنذكر كتاب الطهارة لأنه لابد من طهارة الباطل قبل الطهارة الضاهر ولابد للصلاة من مفتاح و مفتاح الصلاة الطهارة ثم بعد هذا نعم نبدأ بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى بشهادة ألا إلا الله ونمحمد الرسول الله and this is because and in this is الطهارة I purification so before we have the physical type of purification we have to have the spiritual type of purification and the prayer it has its keys and the key for the prayer is الطهارة purification ثم إذا تطهر الآن يصلي فأناأتي بكتاب الصلاة so now if a person has purified himself then the next thing he does is he prays and therefore we come to the book of الصلاة prayer ثم هناك من الصلاة ما تكون فرائد و من الصلاة ما تكون نام and then from amongst the prayers are those prayers which are an obligation فرائد and there are also other prayers which are voluntary و يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى بعد كتاب الصلاة كتاب الجناس لها من أكتب أن تفع به الإنسان بعد موته الصلاة عليه نعم and then the فقهاء رحمه الله they mention after the book of prayer the book of salah they mention the book of jinais the book of funerals because the most that a person benefits after his death is when people pray over him ثم الزكاة and then after this the chapter of الزكاة ثم السيام and then the chapter of fasting ثم الحج and then the chapter of الحج pilgrimage ثم الجهاد and then after this the chapter of الجهاد إذا نبدأ الآن بكتاب الطهارة so therefore we want to begin now with the chapter of purification لا بدنا نعلم أن الطهارة تلقسم إلى قسمين we have to know that purification it is of two types طهارة معنوية وطهارة حسية spiritual purification and physical purification أهم ما أقول من الطهارة هي الطهارة معنوية أي تطهار من الشد نعم so the most important type of purification is the spiritual purification meaning a person purifies himself from a ship إذا لابد من إخلاس الدين لله سبحانه وتعالى so therefore a person has to purify his religion for the sake of Allah وفراد الله سبحانه وتعالى بما التوحيد الثلاثة and to sing it out to Allah عز و جل with the three types of توحيد والبراء من الشرك وأهله and also that a person frees himself and disassociates from الشرك and also the people of shirk فأني عبادة لا يمكن أن تقبل إلا بالإسلام فإذا كان لديه من الشرك الأكبر حتى ولو كان هذا الشيء قليل جداً لا تقبل العبادة نعم إذا أهم ما يكون من الطهارة من أخسار الطهارة التي ذكرنا الطهارة المعنوية إنما المشركون نجس نعم حتى الأهم الحاجة المهم المهمة على ملكة أبيانية that a person must have is the spiritual purification as Allah said in the Quran إناما المشركون the people of shirk are in pure رجل مسجون مقيد بالسلاسل لا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع القيام ولا مثلاً أنه لا يستطيع كذلك ستر العربة فيصلي على حامل وصلاة هذه صحيح لك لو صلى الله نسأل الله عافظ والسلام بعد أن تطهر وستطيع القبلة وسيطر العربة وهو مشلك شرك أكبر فالعبادة باطلة نعم إن كان مددًا كما أن افAng Ironia , و كانت قايا و كان مددًا لم يقال وتفديق ان تصغير عدن أن كان لم يتم مسام من جاربًا ، كان كان من ساجةً عن وضر أورا وكان أوبتًا إليه انه ثامة وكانت جيدًا لم Accirim الشخص إذا كان يفكرえて إpaid الحكل إن بسبب عديداً التي يقال إليها لأنه يعوش Trevor إن آورا لكنه يتبع ويسره في شرك الأكبر فهذا لا يتبعون منه إذا يبدأ الفقهة رحمه الله تعالى في كتب الفقه بكتاب الطهار نعم لذلك فقهة يبدأ الفقهة بكتاب الطهارة لأنهم يبدأ الفقهة بكتاب الطهارة لماذا؟ لماذا؟ أرادوا طهارة الباطن قبل طهارة الضاير porque first they want to cover or study the purification of that which is inside and hidden before the purification of that which is apparent ويام الطهارة مفتاح الصلاة وتتقدمها الصلاة فلابد أن نقدم لك على الشابة تأتي بها من الشروط أي قبل الصلاة فالطهارة تنقسم إلى قسمة الطهارة معنوية وضد هذا الطهارة الصلاة والسلام والشرك والثامية الطهارة الحسية وعندماً الطهارة المعنوية هي دون طهارة المعنوية والشرك والثامية وعندماً لذلك هو الشرك والثامية والثامية الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمة الطهارة وعندماً الطهارة المعنوية هي دون طهارة المعنوية الطهارة من الحدث الأكبر ويكون بالاقتصال والطهارة من الحدث الأصبر ويكون بالوضو وعندماً طهارة المعنوية والثامية وعندماً الطهارة من الحدثة في البدن والبقعة والثوب في البدن أي على الجسم والبقعة على المكان الذي يصلي فيه والثوب الذي يصلي فيه كذلك مبتل أن نحنًا مبتلت من choice منطهارة الحسية إما أن تكون من طهارة حدث أكبر أصغر أو الطهارة من النجاسة للبدن والبقعة والثور طيبًا فعثة إلى الفيزيكال أو يكون صادق قريبًا من منطهارة الحسية أو منطهزة جدًا أو شخص أكبر أو كان يكون صادق قريبًا står في الماء أو درس طهارة حتى تكون الطهارة في الماء والأصر أن تكون الطهارة بما؟ بالماء وهذا هو الأصل وإن لم يقدر على استعمال الماء أو فقد الماء ينتقل الطهارة بالماء إلى الطهارة بالطراب نعم So the main thing or the first thing that you use in order to purify yourselves with is water This is the base of الطهارة physical purification If a person cannot find water in order to purify himself with Then he goes on to purify himself with الطراب Which is soil or sand إذا الطهارة تكون بالماء وهو العصل أو بالفرع الطراب وهو فرع عن الماء نعم So purification, physical purification الطهارة is done through water And this is the main origin And if a person cannot find water Then purification is done through الطراب which is soil And there are two types of water That which is pure and that which is impure So the water which is pure then this is the water which remains upon its original state Whether it's water which has come down from the sky or water which is crushing forth from the earth فإن تغير الماء تغير الماء بنجاسة ولكن هذه النجاسة أثرت فيه تغير أحد أوصاك الماء الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح ينتقل من الطهورية إلى النجاسة If this water now changes because of an impurity which affects and influences the water So for example the water changes because of this impurity in terms of its taste Its taste changes because of the impurity mixed in it Or its smell changes because of the impurity mixed in it Or its color changes because of the impurity that's mixed in it And this water now goes from being pure to being impure ويجب علينا أن نتحرر في الماء القليل ما لنتحرر في الماء الكثير أي نتحرر أن الماء لم يتغير بنجاسة تؤثر فيه في الطعم أو اللون أو الريح نعم And we have to be careful about when we're using a small amount of water in terms of its purity or impurity More than we care about large amounts of water So when we have a small amount of water we have to make sure that its taste hasn't changed And its color hasn't changed and its smell hasn't changed due to any impurity mixed in it إذا يبحث الفقهة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في كتاب الطهارة الطهارة المعنوية وضد هذا الشرك يعني الطهارة من الشرك نعم نعم وكذلك الوضوء والاقتصال والغسل والتيمم والأشياء النجيسة وكيفية تطهير البدن والبقعة والثور وكيفية تطهير البدن والماء 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 والسيادة لابد أن يوضع في إناء ولذلك يبحث الفقهة أيضا في هذا الكتاب الباب الآل يذكرون في هذا الكتاب الباب الآل يذكرون ويذكرون كذلك كما تعلق ب الحياة والنفاس وثيرا في النمج الذي تضمن الطهارة حسيه ويذكرون أيضا في الاطحان تكون المشكلة التي تقارب أن نصف على المنزل وأن رغب على المنزل بعض المدنة نبدأ بإذن الله تعالى في الطهارة الحسيه كما ذكرنا أن الطهارة الحسيه تكون إما الطهارة أو الطهارة اما الطهارة من حدث أكبر مصر أو الطهارة للبدن البقعة الثوف نعم نبدأ من الآن تضرب الدمواري المتصدف الدمواري وكما نضرب هذا يمكن أن تضرب الدمواري من ماجهة المقهورة أو مجهورة المقهورة الحدث الأكر أو يمكن أن تضرب الدمواري وضعي والحيان أمام، موضوع! المثال الضوء يوجد الكثير معا علينا تطلب فالشرط الأول من شرط الوضوء عامة تقدم معنا فهذا تباطل الإسلام therefore the first condition of wudu, of ablution is that which we have just said a person purifying his inside فلو توضى المشرك شرك أكبر نصبع عليه والسلام فوضى أباطل يعني سب الرب عياذا بالله ثم توضى فهذا وضوى أباطل if a person who is a person of shirk akbar, the major form of shirk and then he makes the perfect ablution, his wudu is still not accepted we have a person for example who insults and swears to the Lord Allah subhanahu wa ta'ala and then he makes wudu, his wudu is not accepted والعقل فلو توضى المشرك فوضوا أباطل ومبار أولا لو توضى السكراء نعم and also the second condition of ablution is العقل a person having sound intelligence and therefore if a person who is insane or he is mentally disabled and he makes wudu, then his wudu is not accepted and more than this, if a person who is drunk with alcohol or intoxicated he makes wudu, then similarly his wudu is not accepted الشرط الثالث من الشرط الwudu التميئيز وهو التفرق بين الأشياء فإذا كان لدينا ولد صغير وتوضى هذا الصغير هل الوضوء صحيح؟ ننظر إذا كان وفرق بين الأشياء تقول له يجلس يجلس تعال يأتي يعرف السؤال والجواب يعرف أن هذا ما وهذا نار فوضوء صحيح ولا فوضوء باطل نعم and then the third condition of ablution of wudu is التمييز meaning the small child being at an age whereby he can differentiate between different matters so if we have a child now and he performs wudu and we want to know that is this child's wudu or ablution accepted or not correct or not then we see then we see we ask him is he at the age whereby he can distinguish between different things if we turn to sit he comes and sits if we turn to stand he stands he distinguishes between water he distinguishes between fire for example if he can do this and he has reached the age of attamiis whereby he can distinguish between these various things then his ablution is correct and accepted and the fourth condition from the conditions of wudu is the intention what is he saying can you believe we are aware of that allhu emmin and oeste to observe in this day the third day the 29th time of the 29th time of the 20th time of the summer of the year of the 1435 in the 1435 in the British in the dvd in the shafiel we谈 hint the peace with the peace of the god الذهاب ayudar من الشيخ الخاصية أنا صحب؟ نعم نعم أحسناً للمقرأة المشيخ محمد في حالة شخيفة التي تطورها في شخص هل هذا ما يعني؟ لا أردت أن تكون محلها القلب أردت أن تكون الناس ومع الجنف بها بداعا في كل العبادة عالم الشأة معنا بذن الله تعالى ثم أن تكون محلها الأنف وهذا الآن تكون محلها ومع تكون محلها الناس ومع ذلك في كل عبادة تكون محلها القلب هذا الشرط الرابع من شرط الوضوء ثم لابد أن هذه النية تكون من أول الوضوء إلى نهاية الوضوء لا ينوي قطعة نية الوضوء في وسط الوضوء يجب أن يكون هذا الشرط الرابع من الأول الوضوء إلى نهاية الوضوء لذلك الشرط الرابع لا يتساعد الوضوء أو تساعد الوضوء في وسط الوضوء ثم بعد ذلك من شرط الوضوء لا بد من انقطاع موجب الوضوء لا يصح أن يتوضع مثلا وهو يأكل لحم جزور نعم ومن أيضا من المحلات الوضوء يقول أن عندما يتساعد الوضوء ثم تساعد الوضوء يجب أن يتساعد الوضوء يجب أن يتوقع الوضوء لذلك مثلا لا يجب أن يكون لأحدث الوضوء ومن يكون يتساعد الوضوء يأكل الوضوء أو وهو يعني أكرمكم الله يقول مثلا في الحمام أخذ الوضوء هل يصح هذا لا صح لابد من انقطاع موجب الوضوء نعم أو for example a person أكرمكم الله he urinates and then at the same time he's making wudu is this correct? no, why? because a person first has to stop that thing which necessitates him to make wudu and then he makes ablution وإذا كان هذا الموجب للوضوء لابد له من استنجاع أو استجمال يعني استعمال للماء أو للحجارة فلا بد من استنجاع والاستجمال قبل الوضوء وكذلك نعم and if a person is urinating or answering the call of nature then he has to make استنجاع أو استجمال استنجاع or using water to clean his private parts or استجمال which is using stones to purify himself يعني الآن بعد أن أكل لحم جزور أو خرج منه ريح هل لهذا الناقض للوضوء استنجاع أو استجمال لا إذاً هنا لا استنجاع استجمال وكذلك مباشرة نعم if a person he breaks his wudu because of eating camel meat or because of passing wind for example does this mean that this person now has to perform استنجاع or استجمال no so استنجاع استجمال is only done when a person answers the call of nature otherwise he just makes wudu without this a person for example he urinates and now he wants to perform ablution make wudu we say to him first make استنجاع or استجمال but first clean yourself with water or with stones and then you can make ablution and also the next condition of making ablution is المترجم للقناة يمنع وصول الماء إلى البشرة كان يعمل مثلا في طلاء الجدران وعلى يده مثلا عجين أو شيء من الطلاق أو على أضافة للمرأة شيء يسميه عند الناس بالمناكل يعني بالمنكرات كثيرة لابد من إزالة هذه المنكرات حتى صح الوضو نعم and also the next condition of evolution is a person removing from his body anything which prevents the water touching his skin or reaching his body or reaching those limbs so for example if a person is working and he has let's say some cement for example because he's working or some plaster because he's working or some dough due to cooking then before making وضو you have to remove these things in order for the water to touch your skin once we have completed the conditions of wudu that we have just mentioned now we will talk about the obligations of wudu so the obligations of wudu those things which we have to do during ablution are six a person has to wash his face along with rinsing his mouth and his nose a person has to wash his hands all the way to and including the elbows a person has to wipe over his head and his ears and a person has to wash his feet up to and including his ankles and then the next condition is that a person has to do this in the sequence or the order which the prophet sallallahu alayhi wa sallam is to do it وَالْمُعَلَاهَ أي المتابعة يعني لا يقطع ويفصل بين عضو وعضو وبخاصة بأيام الصيف لأن العضو يكون العضو الذي قبل هذا قد جرد إذا كان الفاصل طويل نعم and also the last condition the sixth obligation of wudu is that when a person is making his ablution then he does one limb straight after the other limb and he doesn't leave too much cup between washing each limb and this is most of the case in the summer because in the summer if you wash one limb and you leave a bit of time it dries and therefore a person has to wash each limb straight away immediately after the other limb نعم وَالْمُعَلُو and then the next thing we need to understand are the نوَاكِذ of those things which break or invalidate a person's wudu الخارج من السبيرين مطلقة خارج من القبل أو من الدبع سواء كان من دكا أو من انتا كل خارج من السبيرين فهونا قبل الوضو anything which comes out from a person's private parts from the front or the back whether it's a male or a female anything which is discharged from a person's private parts then this invalidates and breaks and breaks a person's wudu بول أو غائد so whether this is urine or feces أو ريح أو passing of wind أو حصر أو if it is حصر حصر أو if it is like very small stones or small worms or small insects أو حياة أو دفاس أو دم أو if it is blood whether it is the blood of menstruation or postnatal bleeding or any type of blood كل خارج من السبيرين فهونا قبل الوضو So any discharge anything which is discharged from a person's private parts then this invalidates and breaks a person's ablution كذلك إذا خارج البولة والغائد من غير المخرج المعتاد كأنه يكون له يعني مثلا أنبوك يخرج منه بهذا السراء عبو السلام نعم and also if urine it is discharged from a place other than its private parts some people they have a particular illness whereby they have a back here and urine comes out of there this then breaks a person's ablution نعم كذلك زوال العقب يعني يزول عقب سواء كان بنوم أو اغماء أو سكر أو جنون أو مخدر نعم and then the next invalidator the next action which invalidates a person's ablution is for a person to lose his consciousness يعني لا يشحب نفسه إذا خارج منه شيء نعم a person he loses his consciousness or his intellect this can either be a person sleeping or a person who becomes insane a person who becomes intoxicated or a person again who uses intoxication or drugs meaning that a person reaches a state whereby he doesn't know whether something is being discharged from his body now sleeping أو سكر intoxication أو اغماء أوقا أو اockان اكبر او μια مخدر المستشفى فلنظر في هذا قلب الشيء من النعاس وقال أن أشعر بنفسي أنه لم يخرج مني شيء فهذا أرضوء صحيح وإذا كان قلب الشيء من النعاس وقال لا أدري هل خرج مني أعلى فقد انتقضوا نعم مصد ذكر بذيه يستحب له وضوء نعم مصد ذكر بذيه وضوء نعم أما هذا إذا كان بحال هذا ليس بمصد أصلاً نعم 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 ثم يسمى يقول بسم الله ثم يقسل الكفين ثلاث مرات ثم يقسل الكفين ثلاث مرات وفي نوم الليل يجب عليه إذا استيقر من نوم الليل أن يقسل كفين ثلاث قبل أن يدخلهم في الإناء and when a person wakes up from his sleep in the night then it's a obligation for him to wash his hands and his palms three times before he enters his hands into the utensil of water وإلا ا Lewis then the washing of the hands three times is recommended ثم يأخذ ما و أيضا في الكفه يومنا يستمر بأن يدخل الماء في فى ويستنشر بأن يسحب الماء من خارج ثم يخرج الماء من فى ويستنثر بأن يخرج الماء من فى من خراء بعد ذلك بعد ذلك من الماء و المعطة ثم يسرى الواء من المعطة و يسرى الواء و يسرى الواء و يسرى الواء و يسرى الواء مره و مره و ثلاث مره هذا يمكن أن يقوم بفعله أو مره و ثلاثة أو ثلاثة يقصر الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الدقن طولا و من شحمة الأذن و ثلاثة و ثلاثة مره و أصبح من أجل الواء و يسرى الواء من المعطة إلى فى النجاح و ثلاثة و ثلاثة لفعله و يستحب له تخليل اللحية بأن يدخل الماء داخل شعر اللحية يعم and also is mustahab meaning it's highly recommended not ey呼اج but highly recommended for a person to use his hands and to wash his beard like we're watering his hand like this is if a person has a heavy beard then it is recommended أما إذا كانت اللحية خفيفة بأن يضع الخط أسفل من اللحية في التخليل هنا وعجب نعم مرة أو مرتين أو ثلاث مرتين وعجبت البنط أو لممكن ده مرة أو ثلاث مرة مرة أو ثلاث مرة ثم يقسل اليد اليوم منها يبدأ منها طراف الأصامع حتى يستوعب الملفقين ولا يشغر في العضو دونق ثم جديد الفرحة جدا يبدأ البنط ورحم الخطوة پا ومستقر بفرهم يبدأ من الهدى النومنا ثم الهدى اليسرى ثم يمسح لا يقصر ثم يبدأ بمقدمة الواحس إلى قفاء ثم يأعوذ مرة أخرى ويدخل سباحتي في صماخين اذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهم يبدأ بجمال عمجية المقودية يبدأ بجمال عمجية المقودية يأخذ كل جميع الوجه ثم يأخذ عدده إلى الأسفل ثم يأخذ عدده ويأخذ عدده بمقاباته يأخذ عدده لأخذ عدده ويأخذ عدده ويأخذ عدده ويأخذ عدده ولا يكتفي كما يسمع بعض الناس بأن يمسح فقط يكون ماitedه ويأخذ� pens됐 goat ويأخذ يومياله ويأخذ عدده ويأخذ ب solem software ثم يأخذ عدد Dec bonito ثم يخذ عدده ويأخذ عدده ويخذ عدده going في إنكل يصبح بعض الأمتحر يبدأ باليومنا ثم اليسرى وبدأ بانه ربطه معه وغيره وغيره معه وغيره معه ثم بعد هذا يصل لي أو قبل هذا يقول الدعاء الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا بعد التقلقات فالأمر يقول سفت الاتحادة ثم يضرب ضرب واحدة بباطن الكفين على الأرض من ترار أو من طين أو من رمل أو من حصر أو من صخر نعم ثم يضرب ضرب واحدة بباطن الكفين على الأرض كيف يضرب ضرب واحدة بباطن الكفين على الأرض يسمي بسم الله يضرب ضرب واحدة بباطن الكفين على الأرض على الأرض سواء كانت من تراب أو من طين أو من رمل أو من حصر أو من صخر ثم يضرب ضرب واحدة بباطن الكفين على الأخرى لا يسقط على الأرض من حصر أو من رمل أو شخص مفهم على الأرض يمكنه قطره أو عمله مثل هنا ثم يضرب ضرب الواجهة ثم يضرب ثم يضرب ضربه على الأرض ثم يضرب ضربه على الأرض من تخليل هذا هو لا يمكن أن يقوم بسهولة ينوي يسمي يقوم بسم الله ضربة واحدة على الأرض ثم يضرب أحدة وفيت من أخرين ينفخ ثم ينفخ ثم ينفخ ثم ينفخ ثم ينفخ ثم ينفخ الغيال نبي صلى الله عليه وسلم لدينا اختصال مجزد ثم لدينا اختصال مجزد نبي صلى الله عليه وسلم أولا يخسر الحجين القبل والدبع ثم ينوي بقلبه ثم يسمي ثم يقول بسم الله ينوي بقلبه ويغدأ أتوالد الله للصالح يخسر الكفين ثم يبدأ بقلبه يوضوغ نبي صلى الله عليه وسلم يتمره بستنشره ثم ينوي بقلبه ويخسر الحجم ويخلل الوضع ويخلل الوضع ثم يتمره بقلبه ثم يتمره بقلبه ثم يتمره بقلبه حتى تحقق من وصول الماء إلى أصل البشرة مع الأذنين ثم يتمره بقلبه 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 الذي يتمره بقلبه يومي ثم يتمره بقلبه يظهر نبه ثم يتمره بقلبه يقلبه بقلبه منه بروح علامة في النساء وصفه وصفه ومع روزه وعصفه ان هذا المخصب وذاب عمل القصب حيث ومع الحق بعد قراءة بسم الله وغلقه جميعه وغلقه ونمجحه ونحن فهو جسل يكون عدده و يمكن أن يتبع أي شعور ينوي فتنبه فميقفة 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 بسم الله يُعَمَن جميع البدل بالماء و ما تحت الشعور و خفيفة و الكثيفة فميقفة كل منه في الوضع فميقفة كل منه في الوضع ومع الهدى والإستنشاء ومع الهدى والإستنشاء ومع الهدى ومع الهدى السبري نعم هذا ما تعلق بصفة الوضوع والتيمم والاختساب هذا ما تعلق بشكل لفقه بيدًا بوضوع بموضوع بموضوع و مع الهدى ونقبل إن شاء الله تحالا متى البعض الظهر أو قبل الظهر شوف الشيخ بعد صالة الضهر إن شاء الله تعالى طيب الله الله أعلم وصلاة الله أعلم يا محمد وآله وسلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أحب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين في هذا اليوم المبارك لنا موعد مع ضيف كريم فضيلة الشيخ هيثم السرحان المدرس والأستاذ بالمسجد النبوي لديه دورة في الفقه وفي الشريعة الإسلامية بمسجد الرحمن بمدينة شفد بريطانيا كانت الساعة الأولى في صلاة الفجر والحمد لله كانت على ما يرام وفيها فوائد عظيمة أصلا الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناً والآن إن شاء الله ستكون الحلقة الثانية بعد صلاة الظهر إن شاء الله سيكمل ما انتهى به المطاف في صلاة الفجر أصلا الله عز وجل أن يجزي الشيخ حنا خير الجزاء ويجعل كل ما تكلم به وتفوه به في ميزار حسناته يوم القيامة جزاه الله عنا كل خير أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني بمسجد الرحمن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وشارك وساعد في إنجاز هذه الدورة المباركة من مصورين ومن مبدعين ومن مشاركين ومن كاتبي الإعلانات جزاه الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته